مش ممكن عايز يمشي وخلاص بي عايز يمشي يا ابني سبوني يا ابني كنت برضو معرفناش نجيبه مش عارف ليه مش عارف ازاي ما جيبناهوش هو ما كانش اصله المارش ده بعدين بقى مجد والله؟ المارش الوطن ده ما كانش موجود معنا؟ مش فاكر لا ما كانش موجود كان موجود ازاي ما كانش موجود كان موجود ده هو اللي جاب البنالتي اللي احنا اتعدلنا به اتنين اتنين لا هو الغريب ان هو ما بيكونش بيزهر في الفيديوهات اللي زي دي دي غريبة بقى ممكن يكون نايم بقى ولا كان بيعمل اي حاجة بتعرف برضو هو برضو ما بينامش بالليل؟ لا ما بينامش ده خالص لا لا ما هو زي وزيك بالزبط لا انا بنام بدري انت بتنام بدري اتنام بدري ازاي؟ اهو اهو كنت اهو لا 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 في بركات ما بينامش خالص ما بينامش؟ لا هو تريكا وجمع بس هم اللي كانوا بيناموا يعني تريكا وجمع كانوا من الساعة تسعة الموضوع بنسبالهم انتهى شو لا يوم احمرت؟ اه حتى لو انت قاعد في القوضة يتردك على طول يقولك تشكرينا يا سبيل اه؟ لا 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 كنت بتروح تقعدوا مع بوتريكا وجمع؟ طبعا اه في المعسكرات على طول كنا نخلص العشاء ونطلع انت عارف نخلص العشاء ولو في محاضرة ونطلع ونبدأ بقى احنا نلف على القوض بقى نقعد بقى هنا شوية هنا شوية الندائق فكنتش بتعدوا علينا؟ لا لا مكننش انت انت والكتة مكننش بنخبط في قوض كنا نفعش ننقرب منها اه اه اوضتكوا اوضت الكابتان عمادي النحاس وفي ناس معنا كده ما كانش ينفع نخبط عليها لما تريكا وجمع كنا بندخل نضيقهم بقى شوية وبعد كده يشتمونا ونخرج نطلع وره اه بنعرف ندخل لمين الوقت ده كان من الاوقات الجميلة جدا لناس عايزة تحبة تعرف كواليس المعسكرات كان ايه اللي بيحصل في المعسكرات؟ كلها الناس لو شافت اصلا كم بيحصل في المعسكرات مش هيصدقوا ان احنا كنا الفرقة بتنزل تاني يوم بيعملوا اللي بيعملوه ده لا المعسكر احنا بنوصل الوتيل عشت محاضرة بعد المحاضرة بقى لا لا الموضوع ما اتهزار وضحكوا واكل بيتجاب لا لا الدنيا كده كبدة انا في واحد مرة قال لي حكالي على موضوع الكبدة ده خلينا اقول الو بس وشوفني قالو قالو ملك الكبدة يا ابني في حد ايه لعكده يا ابني في حد ايه لعكده موكف الاسلام بقى غاوي ايه هاتموتني والله انت ما انا هعملي انا هسكت مش هتكلم النهاردة ده كان ملك الكبدة ده ده ملك الكبدة حكوي الكبدة طبعا النجم الكبير كانت انقينه زكا اينه زكا في الاسلام وحسني ايه انت اللي وحسني جدا اخبارك ايه حبيب يا كبتن طبعا انا بسلم عليك وساعد لي انا مبود معك ومع التغير طبعا ايش برضو وحش حبيب يا قون انت وحشنا اكتر يا حبيب ان شاء الله تبع حالة مميزة كبتن ان شاء الله بنا اخليك يا اينو اخبار الكبدة ايه يا اينو اينو من الناس اللي بتعمل كبدة ولا بلاش انا مش هتكلم انا حاسمع منك يا اينو بعدين دلوقتي هتقول لنا اللقطات تانية جماعة بتاعت اينو هو بيقلع اتشيرته وبيرقسك كانت بعد مطش القطن الكاميرون يا اينو انا عايز اقول لك على حاجة بقى يا كبتن الاسلام قبل ما اينو اتكلم اينو اكسم بالله ما بهزر من اول ما تدخل المطار وانت مسافر ايه سفرية لغاية ما توصل للبلد اللي انت رايحها هو بيعمل حاجات مش موجودة في الدنيا خالص اكسم بالله في الطيارة ندخل الطيارة خلاص نبدأ في الطيارة هتطلع تلاقيه راح جاب المخدات اللي في الطيارة واقعد يرميها على الناس يابني ميفاع والناس تدق تقوم بتعمل مشاكل مع بعض لا انت متخلอย انت في طيارة و يرمي المخدات على الناس عن الناس الغريبة كمان ناس الغريبة مش علينا يروح نعمل مخدات ع الراجل قدامة ويروح راجل بس وراء ايه يورح نعمل مشاكل مع الناس اللي وراء تقم بيعمل حاجات نش يا اينو كانت على طول كده مشاكل بس مشاكل حالو كان بيعدلنا السفرية بصراح اينو اذا مهمت كده مش هنعطي السفريات سفريات دايما بتبقى برضو حكي لنا عن أبرز المواقف اللي جامعتك بسامير ومجموعة اللاعبين والبطولات اللي خدتوها في الوقت ده تحديدا لا طبعا يمكن زي ما سامير بيقول لحضرتك يعني احنا كنا بنعمل الحاجات دي كلها فانت كان في حب وعارفين من قمسة الهزار هزار واللاعب لعبه جد جد يعني الوضاع كانت بيبقى مختلف بنعرف نفصل هو ده العيد الكورة اللي انت تعرف تفصل امتع مش كل حياتك تبقى اهزار لا احنا بنهزار في الوقت اللازم لكن اول طب نزل المرعة بيبقى الموضوع من خلص ثلاث تماما ونبدأ دي ازاي ما سامير بيقول لحضرتك اللي احنا كنا بنزل ثاني يوم بنكسر الحمد لله بنكسر اي حد سوافق دوري ستاز في سوبر في سطولة افريسيا يعني ازاي ما سامير بيقول لحضرتك افريسيا دي عملنا عماية من اول مطلقة عمامة الجايرة المطار والصدق هناك والأبو بوستينة والنوم في المطار على الارض يعني فعملنا كل حاجة بس الحمد لله ربنا بيكرمنا وبنكسر وهو ده الاهم ده احنا ماتش القطن النهائي ده كابتان اسلام وحنا في الكاميرون تعرف احنا الفترة اللي هي الفترة دي كان بدأ النادي الاهلي ياخد شيف معاه فكن الشيف بييجي معانا يسافر فكان الاكل طبعا بقى احسن بكتير كان هو اللي بيعمل الاكل مكنctive نهاكل هناك فكنا بنسرع المفتاح من الشيف لما ينام ونروح نفتح المغزن وانخد اكل عندنا كان عندنا هو نايم بقى خليها القميم القلناة هميه قليل قلينا انا او اينو انا او اينو كنم نروح نسرع المفتاح اه نروح داخلين المجزن نجيب بقى شوية جبن وشوية حاجات. ها اينو كنتم بتسرعه الموضة هو نايم هو نايم نايم نفتح الاودة وناخد المفتاح ونروح نفتح المغزن ناخد حاجتنا ونرجع المفتاح كنا فيش حاجة حصل. عايلي جدا. والنهائي ده يا كابتن الاسلام والله العظيم ابو هزر. احنا تاني يوم عندنا المطش كان المطش الساعة تراتت الظهر. فالمفروض اليوم ده اللي قبله خلاص بقى الموضوع بالنسبة لنا منتهى. عشرة. احنا عاديين بناكل بالليل. وكنا كلنا زي ما بقول له حياتا كده كنا اغلب الناس قاعدة. وكان معنا بس الوحيد اللاعيبي الكبير في الفترة دي دبعا كان الكابتن احمد حاسم. اه. هو الوحيد اللي عاد معنا. ومرة واحدة لقينا باب القضاء بيتفتح لقينا كابتن حسين في وشنا. اه. طبعا تخيل بقى رد فعل الكابتن حسين عامل ازاي اللي هو تاني يوم عندنا مطش. وكان الكلام ده الساعة عشر حضر شرب الليل يعني ده المفيد وقت نوم. طبعا الوحيد اللي انقذنا في الموضوع ده كابتن احمد حسن. احمد حسن. احمد حسن. طبعا راح شاهد الدنيا شوية يا جماعة يلا خلاص. اه. مش وقته. اه. عندنا متش بكرة ومهمة فخلاص بقى نبدأ ان ايه. كلها نروح واضنا. فزي مايني بيقولك طبعا زهار وضحك لغاية اخر وقت. لا هاتلينا اينه تانية. هاتلينا هاتولنا اينه تاني اه كانت اياب جبيلة ده 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 كاته اه هاب توفيق كان معاكم في. كان مسافر معانا ال. سافر معاك؟ اه 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 طبعا احتفال احتفال كبير بالكاس في الوقت ده والبرنس طبعا برضو كان معنا البرنس طبعا كان المطشط دي ما بيسبهاش تعارف والبرنس كان معنا على طول بقى المطشط اللي بقى دي على طول موجود ومتواجد اه ده احنا كنا هنا في البوس تقريبا رايحين للأوتيل بقى بعد المطش اه ده بعد المطش ما انتهى ورايح من من الاستاد اه خلصنا المطش وراجعين بقى الأوتيل تقريبا سافرنا سافرنا نفس اليوم او تاني يوم الصبح لان احنا كنا التهارة خاصة فسافرنا على طول ما قعدناش كتين في الوتيل اه اه وبركاته او زهر اخير نفس الاعداء دي بقى كابتن اسلام اه كنا اول ما وصلنا المطار هناك نا رمزي صالح وطبعا هنسبوك لبان وامير عبد الحميد موقف يعني افتكرتوا دلوقتي زي ما تريكا كان قاعد كده فاول ما وصلنا هناك الوتيل فانا كنت دي كان بالنسبة لي اول بتروت افريقيا اخدها مع النادي لان كان قبلها اتغلبنا من نجم السحيلي فكان نفسي بقى خلاص السنة دي اخد التروت افريقيا مع النادي فكنا كزبايين هنا اتنين سفر فطبعا ايه لحد ما الموضوع سهل شوية اسهل اه فانا طبعا لسه صغير ما عنديش اكيد خبرات فاول ما وصلنا المطار فكت انا بقى بدأت ايه انا مرعوب بقى انا خايف جدا ان احنا قدر لا يحصل ايه حاجة اه انا ماناخدش البطولة فروحت لتريكا وهو قاعد كده القاعدة دي في الاول ما وصلنا المطار فبقول له اتريكا عايزة اسألك سؤال يعني فبالي ايه مالك انت مالك في ايه وشك بيقول لي وشك مش عاجبني ومتعود عليها بعد طول بدحك وكده فالتوله اتريكا عايزة اسألك سؤال انت انت حاس ايه بكرا انا خايف اوي انا خايف اوي اقدر لا يحصل ايه حاجة فقال لي لا ما تلاقش اقول لي لا تلاقش ان ان شاء اله هنكسب وهو ما بتلاقش بعد الموضح حتى يقول لي انا شرفت والتي لك ما تلاقش خبرة كبيرة طبعاً من نجبة متريكة يعينه يعني أمور كثيرة جداً بتحدث في ظل تبتعمل إيه من دول عموماً أيضاً؟ ما فينش أنا أكسم في البيت ما بعملش حاجة طول النهار قاعد نسلي نفسي في أي حاجة أعود ألعب مع الكلب بتاعي شوية ما أنت بعملات الظلمة صور كل شوية ألعب طاولة طاولة؟ بتعرف تلعب طاولة؟ على قد دي كده يعني أنا أعمل إيه طريق فبسلي نفسي شوية بنامزل نقض مع أصحابي كده شوية ده برضو بالنسبة للعادة في البيت كارسل لا 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 ده غير أي حد ده أبعاف شوية في البيت خالص ده أكون ابن خلص تميز ساعة 9 صبح في النادي يروح الساعة 11-12 فكلنا طبيعة روح بيتك هتنام شوية تميز كانت 9 صبح فهو يروح ورائح قاعد تحت المحيل عنده في حلوية يبدل عاد تحت المحيل منت بشرتنا يا سبيل؟ يطلع 7-8 بالليل يد يتغدى خلاص ده ما انت بطلت يا نجمي بشوية لا انا بقول له أنه انت مبتعفش تقعد في البيت خالص يعني انت بنسبة لك قاعدة البيت صعبة انت عامل ايه طب غزبا عندي آه غزبا عنك بقى غزبا عندنا كلنا آه الفترة دي فترة صعبة يعين لك ان شاء الله تعدي وترجع الامور احسن كمان آآ من الاول يا رب ان شاء الله فترة الفترة اللي انت كنت متواجد فيها في النادي الاهلي كانت فترة مهمة جدا في حياتك والحقيقة انا اليومين دول تحديدا ولسه كنت باسأل محمد في هذا الموضوع كان دايما بنلاقي الفترة دي يعني هجوم غير مسبوق على النادي الاهلي الحقيقة من بعض اللاعبين القدامة اللي كانوا بيلعبوا في النادي الاهلي وكان دايما او كلامهم خلال هذه الفترة انهم يعني ندمانين على الفترة اللي كانوا متواجدين فيها في النادي الاهلي ايه رأيك في هذا الكلام؟ لا بالعصف طبعا انا مش معهم خلص انا قلت انا كائينه مع المصطوع الشخصي من اجدها انا من احسن فترةي في حياتي اللي انا لقلتها في النادي الاهلي يعني انا جيت من الزمالك 2007 ل 2012 عدت خمس سنين خدت 14 بطولة من احسن ايام حياتي 14 بطولة بس؟ 14 بطولة ايو انا بقول لك 14 بطولة بس؟ بس الحمد لله نعم فقدت في خمس سنين 14 بطولة ده يعني انجاز كويس ورقم كويس الحب الله وانا راضي عنه والنادي الاهلي ضفلي كتير جدا جدا وانا بأحمد ربنا اللي انا العبت في النادي الاهلي وانا دلوقتي شغال في النادي الاهلي مسك في النشئين في 14 سنة لا النادي الاهلي حاجة كبيرة جدا جدا واي حاجة يتشرف اللي هو يخش النادي الاهلي فالناس اللي دايما بتهاج فيه ده اعتقد لكل الناس اللي بتهاجم سواء لعبة او ملعبتش واللي ملعبتش ده لو النادي الاهلي اعتقد بعكله في اي وقت او كلمه بس التلفون هو هي جاري ما النادي الاهلي ده احسن نادي في افريقيا يعني اوه عليه يعني اه خيره على ناس كتيرة جدا نجوم نجوم مصر هو خيره على ناس كتيرة جدا فما ينفع وثل Several forces على فاكر ما عنديش مشكلة لانت وطلع تنتقد. مفيش مشكلة الانت على المناسبة باقي عوضة اذا. فيش مشكلة اتصلي على اداء كذا. اداء لعيب اداء كذا. اداء مجلس ادارة اداء كذا اداء كذا. لكن في النهاية لكن ان ان انت تصل اللي انت تقول ان انت مدمان على الفترة اللي كنت متواجد فيها. يعني ما كنتش هتروح كاس عالم ما كنتش هتلع تاخد بطولة افريقيا. ما كنتش هتبقى مشهور في مصر كلها يعني. عاصل انت معلش انت ندمان. لما انت ندمان امه الجسد. اه. انت ساعتها وانت ندمان. انا طبعا انا بتكلم ومعرفش مين اللي قال كده او مين. اه. انا بتكلم عن متى بشكل عارف. اه اه. انت لما انت ندمان امه اللي انت اكيد استجريت اول مكالمة جاتلك او اول يعني استفوض جالك. اكيد انت كنت تجري عشان صبت الناس. اه. فانت في دلوقتي تفلع تقول ندمان. ندمان علي. لأ فانا ما انا ما عرفش طبعا مين اللي تكلم او ايا كان بكلم بشكل عام. شكل عام يعني اه. اه. لكن النادي اللي قال لي لأ خرق لناس كثيرة جدا. وصمع اسمائك كثيرة جدا. وبيعمل لك قيمة في وسط الشعب وفي وسط الناس وانت ماشي كثيرة جدا. فلا الموضوع مختلف تماما طبعا يعني اللي اللي لعب في النادي الاهلي زي حضرتك وزي سمير وزي وكل الناس دي هي اللي تقدر تحكم. لكن اللي جاء زي ما بيقوله اتعشة ومشي ده ولا بكتش شروط ده انا ومشي. ما خدش بطولة ولا بطولة. ده 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 يعني من اقل يقول كده. اه. لكن اللي قعد جوه النادي وصربة وعرف النزام والسلسل بتاعه ولقى بمشات وخد بطولات وعرف يعني يعني ايه النادي الاهلي. عمره ما يطلع يقولك. طيب اه سمير بقى واهم المواقف اللي مع محمد سمير. لا سمير المواقف معك تربي يعني مش اهم المواقف يعني كل المواقف مهمة. اه. يعني سمير اه. حكي لنا مواقفين كده ولا حاجة. بصة كافتين انا في الخمس سنين اللي عطف اللي قالي دول كنت بقعد مع عصام عشور ومع سمير. اه. يعني 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 هما دول دي كانت قوضة دايما بتجمعين سواء مع عشور او سمير. اه. فكل الحاجات اللي كابتو تجرى والمواقف والمصائف والخصومات اللي كابتوها علينا مع سمير وعشور. اه. انا فاكر فيه مرة. هو طبعا يعني بس دي ما ينفعش تلقه وعشان دي اوبر يعني عملنا عالة قصرنا الدنيا ووجاع لنا خصمه والفند واشتكم مدنا ونجب اللي كتر الهزر للا وضاك قصرت والله. وبعدين نغنيمنا وصحينا وروحنا للمتش عادي. وتاني يوم بقى في التمرين. لقينا بقى كابتن حسام كان هو مدير الكورا فا جالنا بقى لقى تكلموهم وبعطوهم سور الأوضة وخصم وخصموا مننا في الوسي. كنتم تعملوا ايه في الأوضة ايه. احنا كنا احنا كنا فجرين احنا كنا منكسر الاوضة اما احنا عاديك فضيط يجيل اكله ونجيب شوية ونلعب خدشينا ونقوم شوية نضرب في بعض اللي يقول لها يعني النشيين مدعملوش كده يعني الشباب والفرعان مدعملوش كده احنا لعيبها يقول لنا اسمقنا ولعيبها لدرجة اولى والنادي لقال يجيلنا حالة هستيريا نقوم نضرب في بعض رحنا مكسرين الاوضة اه يعني وصلنا لمرحلة اللي احنا خلاص يعني بس كان كل فحب يعني احنا كلها ازار بس كان كان الزرط يقيل شوية انغرق بعض بالميا اه طبعا بس دا كان دايما اه حاجات كتيرة بقى حاجات كتيرة ماتتعالش بقى تاعلي ايه بتاع الوش اللي طلعولي بالقل بتاعلي الوش الوش اللي طلعولي اه لا بتاع الوش دا اينو بيترائب اصلا اه اينو من الناس اللي بتخاف بيخاف جدا من لو انت معد بنجمب بسه وعملت له اي صوت بيخاف فانا كنت بقى على طول بجيبه وشوشقينه على طول لازم وانا رحل مع اسكر اجبي الوش معي في الشنطة واستناه بقى في القوضة اطلع قبله القوضة واستناه كده في مكان استخبه كده في مكان وهو طالع بقى القوضة ما يضل ما فاكني رسه بقى تحت في العشم انا بطلع من غير ما يشوفني بس واستخبه واما يفتح الباب ويدخل بقى لسه يدوبا يفتح النورة وراح طلع له بلوش يقعد يجري لغاية اه 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 بيترعب والله بيخاف جدا اه 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 وكان بينام بدري بقى جدا يعني يعني كلنا عادين كده بص هو بيقولك ايه كلنا عادين بتاع عشرة في القوضة واكل وضحكوا في الساعة مثلا عشرة كده هو نايم خلاص خدم بحتة كده ركن ونام ده عرفش يا فقصت الهيسة دي ولا فرق معاه هيسة ده بينام بص هو لسه صح يا هو حتى في الطيارة لسه صح يا هو دلوقتي يا كابتل خلاص بقى بايت هنوم الشاعة 2 و 3 لا ده انت كده بص تعيين وقت اه دلوقتي خلاص بقى خلي بالك انت دلوقتي عندك مسؤولية كبيرة طبعا للقيادة في قطاع الناشئين في النادي الاهلي يعني طبعا تعلمهم انهم اينام مبادري وتعلمهم الكلام ده كله اعزي العيبة كويسة اينا والله انا دايما بتكلم معاه مو ده بس المشكلة انهم اللي عايزهم بتاعتي جاتي لو بيتفرغوا على الحاجات دي بتعارف بقى بعد كده اصحاب كلام لا ما هو بس سمير لحقك سمير قالك ان هو الساعة عشرة كان بينام ودي اهم حاجة اه اه يعني نعمل كل النهار ونكسر الدنيا وبعدين اجنى الساعة عشرة ولا حداشة فيها راح نجيب المدعي واحنا نكمل باكت ايام جميلة جدا وايام حلوة ونتمنى يا رب ان هي ترجع مرة تانية انا بشكرك جدا ايناو على وجودك معانا شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتل ايناو يعني واحد من برضو من الدم دمه خفيف جدا اه لا لا اينو كان بيهول بدأ علينا كل حاجة اي اي معسكرات اي سفريات طويلة لان الفترة دي طبعا كان موسيقى